الرئيس أوباما قال للبابا فرانسيس إنه معجب كبير به قد يختلفان في شأن مواضيع الإجهاد وحبوب منع الحمل وزواج المثليين لكنهما يتفقان فيما يخص تحقيق المساواة الاقتصادية ومكافحة الفقر فالأول بدأ نشاطه السياسي في الأحياء الفقيرة في شيكاغو والثاني كان أسقفا يساعد الفقراء في ضواحب وينوس آيرس الفقيرة الشخصيتان تتشاطران هم تحقيق المساواة والبيت الأبيض يرى في أفكار البابا الثائر ضد جشع بعض السياسات الاقتصادية دعما لأجندة الرئيس أوباما تاسع رئيس أمريكي يزور الفاتيكان في وقت تشهد الولايات المتحدة تغيرا ديموغرافيا متسارعا مع الازدياد المستمر لعدد الكاثوليك فيها بحكم الهجرة من أمريكا اللاتينية إليها وقد شهدت ساحة القديس بوترس في الفاتيكان تظاهرات صغيرة لتجمعات من المهاجرين التقين أمس قدست البابا لنطلب منه أن يتطرق إلى قضية أكثر من مليوني لاجئ في الولايات المتحدة ولوقف عمليات ترحيلهم بينما نأمل تطوير قوانين الهجرة أوباما التقى أيضا رئيس الوزراء الإيطالي الجديد مات تيورنتسي أصغر زعماء سنا في الاتحاد الأوروبي وفي حديث لصحيفة كوريير ديلا سيرا شدد الرئيس الأمريكي على موصفه بالدور المركزي الذي تلعبه إيطاليا في منطقة المتوسط كما حيى رنتسي لأنه زار تونس في أول زيارة رسمية له في الخارج وقال أوباما إن واشنطن وروما تعملان معا على إعادة بناء ليبيا جات خليفة سمعان بي بي سي شكرا للمشاهدة